السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم متابعيني يورب تكونوا بخير حلقة النهاردة هتتكلم وهتفسر تفسير رؤية البرقوق في المنام نبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم لقد فسر المفسرين رؤية البرقوق في المنام تشير الى النجام من الهموم والتخلص من المشاكل التي يعاني منها صاحب الرؤية وتبدل الحال من حزن الى فرح وسعادة واكل البرقوق في المنام يشير الى الرزق الوفير والحياة السعيدة من يرى في المنام انه يأكل برقوق اغدر يشير الى السعادة وراحة البال التي سوف يعيشها والبعد عن المشاكل وان كان شخص ما ديون فسوف تنتهي ديونه البرقوق الاحمر في المنام يشير الى النجاح والتوفيق في مجال العمل وزيادة المكاسب المادية وصوف يتقدم في المستقبل من نجاح لاخر اكل البرقوق الاصمر في المنام يشير الى تخطي جميع الحوائج والصعوبات التي يواجهها صاحب الحلم في مجال العمل وسيفتح له مجال اخر في العمل سيحقك منه مكاسب وفيرة ونجاح كبير من يرى في المنام انه يتناول برقوق حامض فهذا يشير الى المشاكل والاحزان التي سوف يواجهها في المستقبل من يجمع البرقوق في المنام يدل على الصعود صاحب الحلم للوصول الى الاهداف تفسير رؤية البرقوق في المنام للمرأة الحامل المرأة الحامل التي ترى في المنام انها تأكل برقوق فهذا يدل على ان المولود سوف يأتي ولدا وايضا رؤية المرأة العزباء البرقوق في المنام من ترى في المنام انها تأكل برقوق ناضج وحلو المزاق وهي فهذا يشير الى الزواج القريب وتفسير رؤية البرقوق في المنام لابن سيرين قال ابن سيرين رؤية البرقوق في المنام اذا رأى صاحب المنام برقوق ناضج وطعمه لذيذ وفي معاد تلوعه في فصل الصيف فهذا يشير الى الخير والرزق الوفير والسعادة التي تعم على صاحب الحلم وان كان البرقوق طالع من غير موعده وغير ناضج فهذا يشير الى الهموم والاحزان والشقاء الذي سوف يمر به صاحب الحلم وايضا وفصل رؤية شجرة البرقوق البرقوق على انها تشير الى شخص يقدم خدمة للناس ينتفعون بها ومن يرى في المنام انه يقطف البرقوق من الشجرة وكان طازج وطعمه حلو فهذا يشير الى السعادة والنجاح وسوف يحقك في المستقبل وسوف يصل الى اهدافه ويحقك اماليه ومن يرى في المنام انه يأكل برقوق غير ناضج فهذا يشير الى عدم قدرته على الوصول الى الاهداف وقال النابولسي عن تفسير رؤية البرقوق في المنام اتفق النابولسي مع ابن سارين في تفسير رؤية البرقوق رؤية البرقوق الناضج يدل على الخير والعافية سوف تعم عليه وان اكل البرقوق غير ناضج يدل على الهم والتعب الذي يعاني منه صاحب المنام وشجرة البرقوق رجل ينتفع منه الناس وده تكون نهاية حلقة النهاردة عن تفسير ورؤية البرقوق في المنام اتمنى الحلقة نال اعجابكم وتكونوا استفابتوا منها واتمنى كمان انكم تدعموني باللايك والاشتراك في القناة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انتظروني في حلقة قادمة من فصر حلمك مع ياسمين